سيدة نائب عايز أتوقف مع حضرتك شوية عن وضع المنطقة لحضرتك نائب عنها كرموز ومحرم بيك وعايز كده نشرح بشكل تفصيلي المجتمع في المنطقة الموجودة فيها محرم بيك وكرموز واللي كان فيها بيغدم أبونا أرسانيوس كعضو حضرتك في مجلس النواب عن الدائرة دي ايه تحديات البرزة في المنطقة دي اللي تتعلق بفكرة مواجهة التطرف مواجهة خطاب القراهية مواجهة تجديد الخطاب الديني من رصد حضرتك خلال الفترة اللي فاتت بصف أنم هو التحول في الخطاب الديني احنا كنا ما بنشوفش الحوادث دي زماني نوعية الحوادث دي ما بنكوناش بنشوفها زماني إلا أن الإنسان عدو ما يجهل تملي الإنسان لما بيجهل شيء بيجهله عن الدين الآخر وما يعرفش أي معلومات عنه فبيبني عليه أفكار ومعطيات بناء عليه بتترسخ عنه من خلال بعض المصادر الأخرى اللي بتغذي أي أفكار متطرفة فبينمو عنده شجرة يعني سيئة فده بيكون نتيجتها فلازم طبعا في ظل الجمهورية الجديدة لازم تحديث الخطاب الديني من داخل المسجد والكنيسة مش من داخل المسجد بس من داخل المسجد والكنيسة روح التسامح هي اللي لازم تسود إحنا في منطية كرموز مثلا منطية محرم بيه طول عمر الإخوة الأقباط بجوار المسلمين عايشين في سلام الكنيسة بتخرج للصدقات والأموال لمساعدة الفقراء ولا تفرق بين المسيح والمسلم وكذلك في بعض المناسبات بيقوم المسجد بتوزيع الحلوة مثلا في بعض الأعياد لا يفرق بين المسيح والمسلم وده حتى اللي كان بيحصل في البيوت زمان أنا كنت بشوف دوت في البيوت لما كانت تتعمل أي حاجة في أي مناسبة لازم نعدي على جراننا المسيحيين لازم يدوهم نفس أكلنا وهم نفسي بيعملوا نفسهم فدور المسجد ودور الكنيسة في إبراز روح التسامح الأديان بتقوم على التسامح إحنا مثلا في الدين الإسلامي يعني في سورة العنكبوت في القرآن الكريم تجادل أهل الكتاب التي هي أحسن ما قلش بالسيف قلب التي هي أحسن هو ده الدين طب هو في سورة المائدة هو كان بيتحدث مباشرة عن الإخوة أهل الكتاب الأقباط مباشرة بتجد أن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين كفروا وأقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قصصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون حط الأقباط في سورة يعني الأخاء والرحمة بأن منهم قصصين ورهبانا القصصين والرهبان اللي أنا بتكلم دلوقتي على الشهيد أرساني سوديد آه إيه هي كانت أعماله في مساعدة المسلم والمسيحي من خلال أعماله سواء في مساعدات طبية لأهل المنطقة سواء في مساعدات مادية كل دي كانت أعمال هو ما كانش بيفرق كده وكان في بعض الأوقات كان بيتطلب مني أنا حاجات عشان ندعم بيها ما كانش فيه أنا ما كنتش بشوف إن فيه تفرقه كنت بيلاقي فيهم مسلمين آه فده دور وهو اللي أنبي واللي حيوجاز عليه آه وإحنا كمان لازم ندعم إن الكنيسة واللي يعتلي المنبر عشان يخاطب الشباب ويخاطب الصغار اللي بين في النشط لازم يكون يعرف في الدين صحيح ما بيقومش يعلمهم بناءا على تجاربه هو الشخصية أو أغراضه الشخصية آه الدين قال إيه نعلم بقى أولادنا ونعلم شباب حيطلع ناش في إخاء وإن شاء الله تبقى الجمهورية جديدة كذب إذن الله